السؤال بعد كده من حساب ميدو بيقول بقى حاجة انا شوية هتوقف عندها بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يا حضرة الشيخ الارتباط على الفيسبوك حرام ام حلال ما انا سمع ان حد بيت يعني الارتباط على الفيسبوك يعني ايه الارتباط على الفيسبوك هل تقصد ان انتو تبدأ تتعرف بحد بقصد ان انت تتزوجه ولا انت تقصد ان الارتباط على الفيسبوك ان احنا نكلم بنات والبنات يكلموا اولاد على الفيسبوك ويبقوا عندهم حالة من حالات ان في بيننا علاقة فانتي احنا اتنين مرتبطين مرتبطين يعني ايه لهو خطوبة مرتبطين يعني ايه لهو كاتب كتاب ولا هو جواز وما يعني ايه مرتبطين يعني متكلمين على بعض زمان كان عندنا مصطلح كده دايرين على بعض تب وده يعمل ايه هذا الكلام في ذاته وإن لم ترتكب فيه محرمات فهو ليس حراما في ذاته لكن ممكن يكون حراما لغيره يعني ايه ليه حراما لغيره كم الوجع والألام والتعب النفسي والشك وعدم الثقة في النفس وتدمير الحياة كم ضخم الحياة دي بتبقى خفيفة بس في بعض الناس بقوا عندهم هشاشة نفسية عندهم هشاشة نفسية عشان محدش يجي يقول اننا بمنع التواصل لا 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 خالص انا مش ممنع التواصل انا بمنع ان الناس يدخلوا بعض في علاقات ويكسروا قلوب بعض ويقلموا بعض ويبهدلوا بعض العلاقات اللي هي الارتباط ديت على الفيسبوك والحياة اللي زي دي لو كان الارتباط ده والله انا معجب بيكي وبحبك وعايزين نفضل مع بعض ونتكلم مع بعض واحكيلك يا نهرى بيض احكيلك طب وكشف العورات انا مش اقصد كشف العورات ان الناس تعمل كشف العورات كمان لا ده حرام حرام صريح لكن كشف العورات العورات النفسية كشف الاسرار الاسرار اللي الناس بتوعب تحكيها لبعض طب بيحكوا ده لبعض باعتبار ايه؟ باعتبار انه واحنا مرتبسين فتحكي بقى حاجات كتيرة وياما حدث الابتزاز من وراء الارتباط ده حكيت له فبعد كده مسك اللي هي حكيت له ده زلة عليها فإن اللي حصل فابتدى يعمل ايه؟ يحاول يبتزاه فيا سادة لا اذا كان الكلام في هذا الطريق وفي هذا الام فلا اللي عايز يرتبط طريق الارتباط معروف اللي عايز يصير في مسائل الجواز طريق الجواز معروف لكن الارتباط اللي من النوع ده انا شايف ان دوت شيء محزور وما يكونش كده ابدا لان الاشياء دايما اقول لكم قاعدة كده في العلاقات العلاقات الخفيفة بيستخف في بيها الناس علاقة على الفيسبوك هتبقى علاقة خفيفة اي حد ممكن يستخف بيها وبعد ما يستخف بيها ايه اللي يحصل يكون بقى الناس تعلقت والقلوب توجعت وحصل الازى اللي مش ممكن انسان في بعض الاحيين يتحمل فده ممنوع اشتركوا في القناة